بقية الأمام هكما تشوفون هذا النظامي الأمر يقولون اننا مطالبا بها انها ذلك grading ذلك C deficiency هنا. راجع. يعني هنا نراجع مطينا مثال عن السلاسل اللي تكون. اللي حاوي على وحدة او اكثر من اصر موجودة. يعني طلاب هنا يقول لدينا الكاربوكس اللي كاسد يكون غير مشبع. شو كنت يكون غير مشبع من يكون حاوي على كاربون اتم. مع دبل بونت. مع اخر كاربون اتم. يعني المركب اللي يكون حاوي على سي دبل بونت سي. او اكثر مور ذان وين سي دبل بونت سي. هذا يكون انساتوريتد فاتي اصد. فبالتالي هاي الاهم اربع احماض امينية غير مشبعة هي موجودة بالقائمة بها الكمونين والنمبر اف دبل بونت والموليكولة فورميلا. هاي ايضا مطلوبة في التيبل تو. يعني كل هن دني منين مشتقات كل هن دني اول ثلاثة عدنا الاوليك واللينوليك واللينوليك اسد لاني كل هن عدنا مشتقات منين مشتقات من اول ثلاثة مشتقات من السيترك اسد اللي موجودات عدنا الاوليك والليلونيك اسد والليلونيك عرفوا واحد راح يقول شنو الفرق بين الثاني والثالث ليلونيك اسد والليلونيك اسد راح اتصورة من يمكم صح? اي صح دكتور. اي دكتور. اي دكتور. اي دكتور. راح يسع للطالب هاي يقول شنو اذني هاي موجود عدنا. هذا الجدول الجدول الثاني شي وضح الناه. طلاب هذا الجدول الثاني وضح لنا انه الكاربوكس اللي كاسد يحتوي الغير مشبع يحتوي على مثل ما اذا ظلتوا وقلت لكم. يحتوي على كاربون دبل بوند كاربون ووحدة او اكثر. فبالتالي يكون غير مشبع. طبعا هنا اربع اهم احماض امينية غير مشبعة هي موجودة بالتابل رقم 2. هذا التابل رقم بي 2 باربعة. اول ثلاثة الاوليك والليلونيك والليلونيك اسيد. ما مشتقاد من السترك اسيد. لذلك لانه يحكمن على 17 درة تاربون. اللي اختلاف بين الثانه والثالثه وفي عدد الاواصل المزدوجة. هنا بالليلونيك اسيد مربوط اه اثنيا وهنا انا مربوط ثلاثة. والارتشيدونيك اسيد موجود هو عدنا الرابع. هذا يعتبر انتي يعني غير مشابه. او مضاد لهم ما يشبههم. طبعا اه اعدكم الليلونيك والليلونيك انت ارشيدونيك اسيد ارنس انتسايت ان اوار باديز. هذا انه طبعا ما يحضرن في جسم الانسان لذلك انه يعتبر اصدائيا هنا احماض امينية تصنف. they must be supplied in our diet. الكاربوكسيلك اسيد can be naturalized with paste. يعني احنا هنا مضطة كاربوكسيلك اسيد. كاربوكسيلك اسيد طلاب مضطينا مع البيز. NAOH. وطبعا مضطينا هنا 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 الصالت اللي هو عرصي double bond NA with H2O. that salt have name that end in the characteristic. كما هو مثال عدنا صوديوم اسيد ايت. بوتاسيوم. اه بوتاسيوم فورميت بعدنا صوديوم. اوليت بعدنا كاليسيوم ستريت. ايضا هنا طبعا الاولي فورميك. موجود هنا نعم. نعم. الانستريتيد اه فاتي اسيد. هم الها صيغة لنا? يعني نحتمدها مثل الساتريتيد فاتي اسيد او لا? يعني شلون ما فهمتش? يعني مثلا باللا باللا فاتي اسيد. طبعا. طبعا. بس. 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 مو. مثلا. اوضنا ادارات الكاربون مصيغة وقدرنا انه. نعرفها. اي نعرفها. لا هذي تعتمد ليش الانستريتيد. هاي تعتمد على نمبر اوف كاربون. دبل بوند كاربون. يعني مثلا. عدنا يكون انستريتيد حاوي على سي دبل بوند سي. واكو فاتي اسيد انستريتيد حاوي على مورضان. يعني اكثر من سي دبل بوند سي. كل الاحوال نصح لهم انستريتيد. فبالتالي ما نقدر نحدد او اقولها صيغة معينة. انه نشوفها تعتمد على لعدد الاواصل المستدوجة اللي من خلالها نحدد عدد number of atoms. عدنا اطلاب الفيزيكال البروبرتيز اللي موجودة. الفيزيكال البروبرتيز اللي فورميك اسيد والاستيك اسيد اندلاكتيك اسيد ار لكويد. اطروم تمبيراتر. يعني بس دلني الثلاثة هي يكون سوائل في درجة حالة الغرفة. اذا انظر اسيدس اه ار صلد. جميع الحوامضة الامينية تكون صلوبة. طبعا اللو موليكولر ويتطلها بالكوربوكسيك اسيد ار صلوبة انواتر. مثل ما قلنا كل ما تزيد احنا حتى الها علاقة بالصولة بالله. كل ما تزيد كل ما زيد الموليكولر ويت يعني ادخل للذوبانية وايضا ام كما موضح امامكم يعني ادخل للذوبانية وبالتالي كل ما يزداد الموليكولر ويتطل للذوبانية. كل ما يقل لا ممكن ان يذوب بالمي. ديرفور. اه تصنف تحت اندر كلاس اسون. اسون. water and soluble acidic dissolve in both sodium hydroxide solution and sodium bicarbonate. يعني ممكن ان يذوب بالصوديوم hydroxide وممكن نذوب بالصوديوم bicarbonate solution. ان يدفل ان يذوبا لأنه يتصنف ياسوب بصوديوم من اسون. السوديد الموليكوم بالصوديوم الهيدروجين بونتز طبعا البولنج بوينتز تزداد كل ما يزداد الواصل الهيدروجينية هذا معروف يعني كل ما يزداد الملك الروي تزداد البولنج بوينتز وعدنا الاروماتيك كاربوكسيلك اسيد بونتز بونتز وعندنا الاروماتيك بونتز واذا بلون واذا تسمي يعني عدنا الاروماتيك والأليفاتيك الاروماتيك يعني لهب أصفر دخاني والأليفاتيك بدون دخان وبلون أزرق الكميكال رياكشن اللي موجود الرياكشن الرياكشن البروتون البروتون از انسالت فورميشن والرموبل والسبستيوشن ايضا تلخص العمليات والتفاعلات الكيميائية للكاربوكسيلك اسيد بيه هو بتكوين بروتون اللي بروتون يكون كملح متكون وإزالة الهايدروكسيلك والتعويض السبستيوشن ايضا الالفا بوزيشن بالأليفاتيك اسيد متابوزيشن يعني يصير بالأليفاتيك التعويض بالالفا بوزيشن موقع الالفا ممكن باللاب نشحكم اياها وحددكم اياها على الدياتا شو او ممكن يصير بالأروماتيك لكن فقط بالميتابوزيشن يعني لا بالبارا ولا بالميتا العفو لا بالبارا ولا بالأورثو بس بالميتابوزيشن الجنرال تيست الى طلاب هو الصوديوم بايكاربونات تيست هذه طريقة العمل انه الكاربوكسيلك اسيد مع الصوديوم بايكاربونات يضطينا صوديوم كاربوكسيليت ويضطينا مع فقاعات من السي او تو والمي البروستجر اللي موجوده داعتكم هذا نضيف نضيف خمسة من الكاربوكسيليكاسيد مع التيست تيوب ونضيف لها خمسة من الكحول كأن الكحول ينضيفه و طبعا كل واحد منهم الا تيست طلاب والردكشن ميركوريك كلورايد ايضا طبعا عدنا تيست طبعا هسا طلاب احد طلاب يسأني انه كلهم دلنا راح نشتغلهن لا اذنه كلهم طلاب ما راح نشتغلهن لكن كل واحد راح نمر عليه مرور ونشرحها وبالتالي كلنا نكون مطالبين عدها ليش مطالبين بيهم ليش ما نشتغلهن كلهم بسبب ضيق وقت المختبر ساعة واحدة لكن احنا نمر عليهم باللاب واحد واحد تفصيل نشرحها ما هي المادة وش يتكون انه ويتكون مطالبين بيها طريقة العمل ما تكونوا المطالبين بيهم بلازم ايه طلاب ما تقدر تنضم طلاب ما تقدر تنضم للميتين ليش ما ينضمون هذا موجود عدد العدد خليل دكتور ميت طالب ميت طالب حاليا ما هي ماشي تمام طلاب هاد راح نسوي صفوه ثانية وبالتالث اتعال جاي المشكلة هسه انا ارجع اشوف الطلاب اللي ما يقدرون ينضمون ونعيد الشرح كماما يعني الطلاب شوقت ينضمون هسه بالعشرة استوى طالبين ينضم لا دكتور لا لا استوهم دول استوهم دولة طالبين ننضمون عقدامي يطلع علي اه دكتور بس شارع عدمية فيزيوية وقبل شوية يا الله خلاص انا ما مسؤول بالمحاضرات الساوقة محاضرتكم تبدأ تسعة ونص عسه ساعة عشرة انا ما اللي شغله باللي يدخل على الوقت ياخذ وقت يقولوا ليس انا اقدر اتجاوز الساعة عشرة ونص ما اقدر اتجاوزها الستر فور اللي هو عملية تكوين الستر اللي هو الكاربوكسيليك اسد يتفاعل مع الايثانول وبالتالي يطلع الاثل اسيتيت طبعا الاثل اسيتيت طلاب يكون ذا رائحة مميزة ورائحة مقبولة يعني رائحة طيبة فهذا الدلالة على وجود الاستر الاسترات بصورة عامة تكون رائحتهم طيبة طبعا الاسيتيتك اسد ونضيف هو اللي موجود امامكم ده تشوفوه مع الايثانول راح تكون هو البروتون هنا يتكون البروتون عملية اللي اللي لخصناها بثلاثة البروتون وعملية الازالة وعملية البروتون والبروتجر هي مضي امامكم ميكس واحد مل اف اسيتك اسد واثين مل اف ايثانول التستي تيوب والد اددتو ديس ميكسجر ثين دروب كونسترات السفرك اسد الحموط بي الاشتو اس او فور والى اخرى اللي هو الفلورسنس تيست اللي هو موجود امامكم هو السكسينيك اسد اللي حاوي شوفو طلاب امامكم اللي حاوي على two group of carboxyl two of carboxyl group يعني functional group two with resourcenol امامكم باضافة ال F2SO4 الconcentration مع NaO sodium hydroxide ونصل على عملية الفلورسنس اللي هو امامكم المركب اللي طالع امامكم مرسوم ال special test for tertaric acid هذا ايضا ال reaction with concentrated of sulfuric acid اللي هو tertaric acid يتفاعل مع ال H2SO4 هذا هو اللي امامكم طلاب ال 5 special test for tertaric acid ال A reaction with concentrated sulfuric acid tertaric acid يتفاعل مع ال H2SO4 وبالتالي يضطينا black precipitate ويضطينا CO ويضطينا CO2 و SO2 وال reaction with calcium chloride solution ايضا ترترك يتفاعل مع ال NH4OH ويضطينا المركبات اللي هي امامكم ويضطينا 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 اللي يضطينا ال white precipitate calisium tertaric وهناك يضطينا الفوقة أيضا calisium tertaric و ال reaction with intones reagent اللي هو tertaric acid ويضطينا ال FECL2 و ال H2O2 ويضطينا هذا ال dihydroxy tertaric acid اللي امامك الأوكزالك أسد يتفاعل ويا الكي أمن أو فور اللي هو اللي يكون البرمنقنات ويا ال أشتو أس أو فور ويضطينا الأم أن أو أس أو فور والكي تو أس أو فور وعشرة من الأس سي أو تو وثماني أشتو أو هذا هو اللي موجود أمامكم طلاب الأوكزالك وإذا من طنات دي كلو وإذا من طلاب الأوكزالك نعم بوسط قاعدة طبعا هنا طريقة العمل هذا هي موجودة أمامكم نشتغلها إن شاء الله طريقة العمل متل ما قلتم غير مطالبين بها الحفظ لكن المعلومات تطلعون عليها أيضا عدنا هذا أحنا هنا موجود نفاعله والترترك يتفعلين الـ NH4OH اللي أمامكم مع ومره مع ويضطينا هذا ويضطينا هذا ومره ومره يضطينا ويضطينا هذا اللي هو موجود عدنا اللاكتك أسد مع الـ ويضطينا أمامكم المركب اللي هو قدامكم صوديوم ومع اللي هو يوديد المثيل اللي موجود نستدل عليه من خلال الـ يتكون عدنا يو نستدل على المثيل المثيل هو مثل يود أيضا العوكزالي يجعل نتيجة في استخدام الكحولات أكيد التفاعل الآخر مع المركز اللاكتك أسد يضطينا الكوربون يضطينا وأيضا اللي هو اللاكتك أسد مع مع يضطينا اكريليك أسد مع التفاعلات موجودة هي ما رح نأخذهم كلهم لكن سمرين عليهم مرور الكرام أما التوضيح الأكثر والتوضيح الواضح يكون هو أثناء اللاب واشرح لكم ونطلع لكم المواد ونطلع لكم الكلر اللي تحدث ونأخبرنا أكثر من التفاعل حتى تكون الصورة أمامكم واضحة المحاضرة هذه كلها مطالبين بيها من معادلات من أسماء امتحان عدكم يكون باتشر كوز مطالبين جماعة الأحد الماضي يكون عدهم ريبورت يسلمون يا القروب الأول القروب 8.5 مطالبين بريبورت يسلمون وأيضا كل الطلاب كل المرحلة أنتو 300 طالب مايو قارب مطالبين بتسليم البحث اللي طلبناه بالكورس الأول الكتروني أريد يكون ورقي موجود تسلموا كل طالب يسلمه مايو يكون بخط اليد اللي راح تسلموا باتشر بخط الإيد وما أريد كل طالب بخط إيد يكتبه ويسلم بس قروب واحد يسلم بس قروب الأول باتشر عفو أول ساعة يسلم التقرير ليش لأن ما تكوز نعم أنا أقصد قروب واحد القروب الأول قروب الثنين يعني القروب باتشر اللي بثمانية ونص هذا اللي أقصد ماشي طلاب تحضرون التجربة زين اللي راح يجيكم جماعة اللي ليش ما تخلي دكتور اللي كوز بعد دكتور تقصد التقرير اللي سلمنا بنهاية الكورس ذاك بالضبط طلبة طلبة تنعدكم بحث وقلت لكم هذا مطالبين بيت سلموا لي ورقي مو الكتروني بداية الكورس الثاني أريد أشوف ماشي طلاب دكتور نعم يا تيست هنشتغل باتر يعني نشتغل ممكن الأول الثاني والثالث أيضا ممكن نشتغله حتى الرابع ممكن نشتغله سلام عليكم دكتور دكتور بهذه التجارب هم نسو عملية تذويب يعني أكو أحماض كاربوكسيدية ما ذائبة بالماء هم نضيف لها يعني بكاربونات الصاديوم أو هيدروكسيد الصاديوم نعم 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 نحن سأدونا أكو نحن الـ اللي تزيد عدد ذرات الكاربون إلها راح تكون وذلك صلفناها أسوان وصنفنا أيوان لذلك الأحماض الأمينية اللي نجيبهم أسوان اللي يكونون أسوان بالواتر تكون عملية الإذابة إلهم واللي اللي يكون أيوان لا هذا ما يكون يا ما يكون بالصاديوم بايكاربون أو صاديوم هيدروكسيد أم نستخدم لا صاديوم ولا بايكاربون نستخدم يا أما دايوكسان أو نسجع مثل قبل يعني نستخدم اللي مورذان 5 آم كاربون نستخدم لا دايوكسان واللي نستخدم للا دستيل ووتر أو أم دكتورو بهاي الحالة شن راح نعرف الوزن الجزائي مالة المادة اي حي اي اهوة اي منهم يعني مثلا الاحماض الكاربوكسيلية مرخفضة الوزن الجزائي يعني انه بهاي الحالة شن راح نعرف انه عدد ذرات الكاربون مالتها عدد ذرات الكاربون مو احنا بعدين نصل لعملية أتروم تمبيريتشر يعني راح تكون درجة حرارة عدنا مثل منستخدم كميات راح نستخدم موتر باث اللي من خلال نستدلها ونستخدم نستخدم طريقة لتخلص من السولفنت حتى يبقى لنا بس السامبل مالتنا العينة مالتنا دكتور لحماض الكاربوكسيلية غير ذائبة عدد ذرات كاربون مالتها شكد؟ يعني اللي غير ذائبة تكون اكتر من 5 اتم كاربون اه يعني هاي تابته اكتر من 5 طبعا ايه من شذرات تبع فوق طبعا دكتور شكرا جزيلا لا فيما يخص الموضوع الأكوز لا هو أمل عدنان مو جماعة الثمانية ونستخدم مو تقريرين البحث